اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم وفيها تصريحات المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا وسمرار المواجهة بين واشنطن وأذرع طهران في سوريا كذلك وأخيرا الجدل المتزايد حول مطار رامون إذن في محورنا الأول لموقع سوريا الاستراتيجي سحر خاص وألق فريد يغري الجميع بالإدلاء بيدلوه أي كان الأثر والمأل الإنعطافة العربية وتاليا الإقليمية نحو نظام الأسد تزداد وطأة مع انشغال العالم بملفات أخرى آخر المتطلعين للعب دور في سياق رسم مستقبل سوريا كانت لندن وربما لن تكون آخرهم فتصريحات مبعوثها الخاص إلى سوريا جوناثن هارغريفز تشيي بحجم الإحباط من فشل المساعي لثني الآخرين عن التطبيع مع النظام أو تغييره فكان المقترح وفق هارغريفز الدعوة إلى مؤتمر حوار سياسي يجمع المعارضة السورية بالنظام فهل بات الجميع مغرما بجمع النظام والمعارضة على طاولة واحدة وأيا كان الثمن؟ وهل ترأ أي تغيير على الموقف البريطاني من الملف السوري؟ أما في المحور الثاني فرسائل من دم ونار يحوزها بريد محافظة ديروزور التي يغلي صيفها بشمسها المحرقة وحقولها الشاسعة لليوم الثاني على التوالي حيث تتقاذف أذرع طهران وقوة واشنطن شهب الصواريخ والقذائف حول أبار النفط السورية عيون واشنطن وطهران على نفوذ شرقية سوريا لكن قلوبهما شتى بانتظار فيينا تقول طهران إن غريمتها اللدودة تسوق للاتفاق النووي عبر ضربها في سوريا في حين تتوعد واشنطن بأن أي اتفاق مع إيران لن يردعها عن الرد على أي هجوم فما مآل التصعيد المتزايد وما مصيره؟ أما في المحور الثالث والأخير في أقصى خريطة فلسطين التاريخية افتتحت إسرائيل قبل نحو ثلاثة أعوام مطاراً سمته رامون وذلك لتشجيع السياحة في البحر الأحمر لكن أملها خاب فقررت تنشطه عبر السماح لبعض الفلسطينيين بالسفر عبره جدل فلسطيني إسرائيلي حول الغاية من هذه الخطوة يرافقه أيضاً غضب أردني تل أبيب تزعم أن الغاية اقتصادية إنسانية لماذا؟ لتسهيل حياة الفلسطينيين وسلطته تراه تهرباً من الالتزام بفتح مطار القدس الدولي وتقويض السعي لبناء دولة فلسطينية الأردن يخشى إبعاداً لفلسطين عنه وإبعاده عنها فما حقيقة ما يجري؟ حلقتنا بدأت أعلم بكم أهلاً من جديد إذن قال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا جوناثين هارغرفس إن الغرب أدرك بأن الضغط الخارجي لن يؤدي إلى تغيير النظام وذلك في اجتماعات أجرها مع مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته للقدس قبل أسابيع ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المبعوث البريطاني إلى سوريا قال إن توفير مؤتمر للمعارضة لإجراء حوار سياسي مع النظام هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العملية السياسية مهمة وأشار إلى أنه يشك في فعالية نهج خطوة مقابل خطوة والذي تبنه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون وأوضح المبعوث البريطاني أن المملكة المتحدة كانت تحاول ثانية دول العربية عن تطبيع العلاقات مع نظام الأسد وشدد على أن الأردنيين استضموا بالفعل مع إدارة بايدن بعد إعلان تطبيعهم مع نظام وأضاف أن تهريب الكبتاجون من سوريا أصبح التهديد الأمنية الأكثر الحاحل للأردن واقترح تعاونا بريطانيا إسرائيليا لتعطيل نشاط تهريب المخدرات الذي يموله نظام الأسد هذا وقال للمبعوث البريطاني أن حملت الضربات الجوية الإسرائيلية ضد أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ربما تكون شيء الوحيد الذي ينجح في سوريا حول هذا الموضوع معنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي السيد عمر ركوش أهلا به ومعنا أيضا الكاتب والمحلل السياسي من لندن سامر خلاوي أبدأ مع سامر خلاوي من لندن سيد سامر أهلا بك بداية إذن الغرب أدرك بأن الضغط الخارجي لن يؤدي إلى تغيير النظام هذا على لسان المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ نعم في البداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم والإستاذ المشاهدين يعني ما قاله جونثن هو توصيف لحالة واقعة بمعنى أن الضغوطات التي مورست وأن لم تكن بالقدر المطلوب لم تؤدي إلى إسقاط نظام بشار الأسد وهذا توصيف حالة ليس إلا ليس هناك أي تغيير في الموقف البريطاني أو الموقف الأوروبي خاصة أن المبعوث البريطاني إلى سوريا له مواقف جيدة جدا ضد بشار الأسد ومع الشعب السوري والثورة السورية وهو كان دائما ينتقد جرائم بشار الأسد ويقول أن بشار الأسد لم يلتزم بالحل السياسي بل كان أيضا يلوم كل من يطبع مع بشار الأسد ويقول أنه هذه خطوة بالاتجاه الخطأ وليس بالاتجاه الصحيح مواقف وهو أيضا مواقف وزير الدولة للشؤون الشرق الأوسط البريطاني أيضا تصب في نفس المنهج وكما ذكرنا هو يوصف حالة ولا يقول أن هناك تغيير في الموقف سواء البريطاني أو الغربي علما أن الجميع يعلم كما دعا هو إلى حوار ما بين المعارضة والنظام سنتي بالتفصيل على هذه التفاصيل التي وردت في حديث المبعوث البريطاني لكن سأنقل هذه الفكرة إلى ضيفي في الاستوديو سيد عمر هل فعلا أن يقول المبعوث البريطاني إلى سوريا بأن الضغط الخارجي لن يؤدي إلى تغيير النظام هل فعلا هذا لا يعني تغييرا عن السياق البريطاني تجاه الملف السوري ربما يقرأ البعض بأنه على العكس هو تسليب وقبول ببقاء هذا النظام بداية المساء الخير للجميع يعني باعتقادي أن التصريح المبعوث البريطاني لا يعكس تغييرا بالموقف البريطاني خاصة أن بريطانيا الحقيقة ومعها بعض الدول الأوروبية لها موقف واضح من المسألة السورية وطبعا في مقدمة هذا الموقف أن يطبق القرار 2254 وأن تكون هناك خطوات باتجاه التغيير السياسي لكن الحقيقة ربما يكشف هذا التصريح عجز المجموعة الأوروبية بشكل خاص على القيام بدور فاعل في الملف السوري لأن الضغوطات التي طبعا يتحدث عنها ليست بالقدر الكافي كما تفضل الضيف من لندن وأيضا لم تمارس الحقيقة لأن النظام نخبره ونعرفه جيدا لا يفهم بلغة الضغوطات والعقوبات وإلى آخره طالما بقيت في الإطار الدبلوماسي لا يفهم هذا النظام إلا بلغة القوة والقوة غير متوفرة مع الأسف لذلك طبعا جاء هذا التصريح تعبيرا عن أحباط الحقيقة نظرا لأن لا شيء لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الدبلوماسي يتقدم في الملف السوري نعم لكن سيد خلاوي المسألة هل يمكن فعلا أن نقول بأنها تعبير عن إحباط يعني هذه بريطانيا هذا الغرب الذي كان له موقف واضح من نظام الأسد يأتي هذا التصريح بالتزامن مع العطافة أو مع عودة أو ترويج لعودة العلاقات بين النظام وبين عدة دول هل يمكن فعلا أن نفصل هذا التصريح عن السياق العام التي بات يظهر يوما بعد يوم تجاه بشار الأسد لا بالتأكيد لا يوجد هناك أي تغيير وخاصة أن العقوبات البريطانية تتجدد على نظام بشار الأسد كما تعلمين كانت هناك عقوبات من قبل دول الاتحاد الأوروبي وكانت بريطانيا من ضمن هذه الدول بعد أن خرجت بريطانيا أصبحت العقوبات من طرفين من طرف الاتحاد الأوروبي وأيضا من طرف بريطانيا وهذه الضغوط التي تحدث عنها جوناثن هي الضغوط العقوبات التي تمارس على نظام بشار الأسد والكل يعلم أنها غير فعالة ولا تؤدي إلى أسقاط النظام وقد يكون في تصريحاته هذه أيضا تحريض للموقف الأمريكي لأنه كما هو معلوم الموقف البريطاني والأوروبي يتماشى دائما مع الموقف الأمريكي عندما تتحرك الولايات المتحدة يتحرك العالم كله ولا تستطيع الدول الغربية أو بريطانيا أن تذهب منفردة في تصعيد مع بشار الأسد أو استخدام أمور عسكرية أخرى شاهدنا ذلك عندما كان هناك ضربة غربية متوقعة من قبل بريطانيا وفرنسا خاصة على النظام بشار الأسد عندما استخدم الأسلحة الكيموية ولكن الذي أحبط هذه الضربة هو الولايات المتحدة فمن هنا الدول الغربية ومعها بريطانيا تنسجم مع الموقف الأمريكي وإذا تحركت الولايات المتحدة يتحرك الكل فإلى الآن العقوبات لا تزال كما هي والتصريحات الرسمية الأوروبية والبريطانية استمارية العقوبات سيد سامر هل تشيء بموقف ما زال ثابتا من النظام يمكن أن يتحدث الجميع عن عودة العلاقات مع دمشق ويستمر بالقول أنه يعاقب دمشق يعني دعيني أقول أولا أن السياسة تحكمها المصالح والشيء الثابت في السياسة أنها متحركة ومتغيرة بالنسبة للموقف البريطاني أو الموقف الأوروبي لا يزال كما هو وهناك عدة لاءات أوروبية بريطانية وهي لا لإعادة الإعمار لا للتطبيع مع بشار الأسد لا لعودة اللاجئين والعمل على الحل سياسي الكل يتحدث عن ضرورة الحل السياسي والكل يرفض الإدعاءات الأسدية الروسية والالتفاف حولها ولكن كما ذكرت لك هذا الموقف الغربي البريطاني يبقى يعني ضعيف إلى أنه لا يوجد سند له من قبل الولايات المتحدة فكما ذكرنا الحركة هي من قبل الولايات المتحدة وعندما تتحرك يتحرك الكل ولكن مع ثبات إلى حد الآن الموقف من بشار الأسد بالنسبة للدول الغربية والبريطانية وأيضا انتقاد لكل الدول التي تطبع مع بشار الأسد ودون أن يكون هناك توصل إلى حل سياسي فهذا هو الموقف كما هو ولا يوجد تغير في الموقف البريطاني أو حتى الموقف الأوروب إذن الجميع يلحق بالموقف الأمريكي كما أشار ضيفي من لندن لكن إذا هذا الموقف الأمريكي إن اتفقنا بأنه ما زال ثابتا وهذه عليها الكثير من علامات الاستفهام هناك أيضا كان خطوات وكان مبادرات سابقة منها خطوة مقابل خطوة التي طرحها العاهل الأردني اليوم يتم الحديث عن ضرورة إجراء حوار سياسي بين النظام والمعارضة لا أعرف ضمن أي مظلة وهو ما بدى واضحا على اللسان التركي اليوم أيضا يعيد ذلك المبعوث البريطاني إلى سوريا ما الذي يعنيه هؤلاء؟ يعني إجراء حوار بين النظام والمعارضة بعيدا عن سياق جنيذ ما هو المسار البديل؟ يعني هذا الموقف غامض جدا بمعنى الجلوس على طاولة حوار مع النظام مرفوض طبعا من قبل الشعب السوري وأيضا مفترض أن يكون مرفوض من قبل الممثلي سواء بالإتلاف أو غيره لا حوار مع من قام بقتل الشعب إذا كان هناك فعلا طاولة أممية لتطبيق القرارات الدولية المفترض هكذا لكن قد يسمعنا أحد سيد عمر ويقول بأن الحوارات جارية في أستانا وغيرها أيضا يعني هذه تحت مسمى مفاوضات وليس الحوار يعني هناك فرق بين يبدو أن هناك خلاف في التفسير بالضبط يعني حتى حول قانون قرار 2-2-5-4 يعني التفسيرات مختلفة لذلك مع الأسف لا بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي لهم موقف متميز عن الولايات المتحدة الأمريكية أو متقدم عليها بالعكس هو موقف تابع وبالتالي عندما نقول أن تجلس المعارضة والنظام على طاولة حوار هذا يعني الحقيقة يطرح تفهم تساؤلات كثيرة ما الغاية من الحوار هل الغاية هي مصالحة على الطريقة الموجة التي الآن تنتشر مع تركيا ومع طبعا أيضا البلدان العربية التي تريد أن تعيد النظام إلى حض الجامعة أم أن الطاولة المفترض أن تكون طاولة تفاوض وهذه الطاولة تفاوض يجب أن تكون أممية وسابقا كان هناك مسار جينيف للتفاوض ولم الحقيقة ينتج عنه أي شيء المفترض بالموقف البريطاني إذا كان سيكون متقدما أن يقول يجب أن يكون هناك مفاوضات برعاية أممية وأن تكون ملزمة وفق القرار طبعا 22-54 لكن مع الأسف الموقف البريطاني تماشى مع الموقف الأمريكي وهو إدارة الأزمة وليس حلها لذلك يقولون لا نريد تغيير النظام نريد تغيير سلوك النظام فهذا طبعا هناك فرق لا نريد إسقاط النظام هل باتت هذه المسألة حقيقة وبات العالم والغرب يتعامل معها بشكل أولي مع الملف السوري تغيير سلوك النظام وليس تغيير النظام وربما هذا ما يعني عن الحديث عن إجراء حوار سياسي بين النظام والمعارضة سيد خلوي يعني دعيني أولا أن أقول أن الغرب تحديدا والولايات المتحدة يعلمون تماما أنه لا جدوى من المناقشات والحلول مع بشار الأسد يعني الكل جرب الحوارات ما بين المعارضة وما بين النظام على مدى عوام طويلة ولم تؤدي إلى شيء لأنهم يعلمون أن بشار الأسد لم ولن يقبل بالحل السياسي خاصة أن قراره مهيما عليه من قبل روسيا ومن قبل إيران وكما ذكرنا أن الولايات المتحدة هي التي تحذي كل شيء وهي التي لها اليد العليا نتذكر أن الولايات المتحدة انتقدت أكثر من مرة مفاوضات ما يسمى باللجنة الدستورية وقالت أكثر من مرة بأنها لن تقبل بها بهذا الشكل وأنها يجب أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة لكن من الذي حصل؟ حصل أن كان المبعوث الدولي سواء ديمستورا أو بيدرسون هم من يقدموا التنازلات تلوى التنازلات وهم من يتماشون مع البطالب الروسية الإيرانية بعيدا عن المطالب الشعب السوري أو حتى بعيدا عن المطالب التركية لذلك الولايات المتحدة قالت أيضا سابقا بأن هذه لا جدوى منها خاصة أنها تعلم أن روسيا تعمل على تمييع قرار مجلس الأمن 2254 واختزاله بأمور لن تؤدي إلى نتيجة مثل اجتماعات سوتي واجتماعات اللجنة الدستورية التي إلى الآن لم تنتج شيء بل حتى اجتماعات الأستانة هي ليست ذات أهمية وذات قيمة بالنسبة لولايات المتحدة أو الدول الغربية نعم الولايات المتحدة لا تهتم في الشأن السوري ولكن لا يمكن أن يكون هناك حل دون الولايات المتحدة وكل ما يحصل في سوريا لن يتم توصل لأي شيء إذا لم توافق عليه الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سيد خلاوي كما أشار ضيفي في الستوديو هي لا تأبه إلا بإدارة الأزمة لكن حلها ليس بالوارد والفكر الأمريكي على ما يبدو وهذا يجعل هذه الدول تتحرك في الهوامش المتاحة أو التي تراها هي متساوية أو منسجمة مع مصالحها يعني نعم هي ليست جدية الآن في وصول إلى حل ولكنها إن أرادت الولايات المتحدة التوصل إلى حل فهي قادرة مع الدول الغربية أن تفرض حل ولكنها حاليا لا تريد حل لماذا؟ لأن إسرائيل ترغب في بقاء الوضع كما هو عليه ولا ننسى أن إسرائيل هي من تحمي نظام بشار الأسد وهي من تعيق إلى الآن سقوط بشار الأسد وبذلك لا تريد الولايات المتحدة أن تجابه إسرائيل وأيضا الدول الغربية تجابه إسرائيل في ذلك خاصة أنه ليس هناك مصلحة كبيرة لهم بإسقاط النظام حاليا لذلك يترك الأمور ولكن هذا لا يعني أن الدول الغربية أو الولايات المتحدة عاجزة عن فرض حل نتذكر في ذلك حرب البوسنة والهرسك بقيت خمس سنوات مذابح ومجازر وعندما قررت الولايات المتحدة وأنا أقول الولايات المتحدة تحديدا لإنهاء هذا الصراع جلبت قادة هذه الدول إلى الولايات المتحدة ووضعتهم 17 يوم تحت الإقامة الجبرية وتم توقيع اتفاقية دايتون وأنهت الحرب إذن هناك حل ولكن المشكلة الآن لا توجد إرادة للوصول إلى حل طيب إذن السكون الأمريكي سيد كوش هو ما يجعل المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا يتحدث عن اقتراح لتعاون إسرائيلي بريطاني من أجل استهداف أهدافا إيرانية في سوريا وهل يبدو هذا الموقف البريطاني متقدم؟ هل هذا ما تشير إليه بالموقف أنه يجب أن يكون موقف بريطاني متقدم عن الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي والغربي؟ يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة مع طبعا تحجيم النفوذ أو بعاد النفوذ الإيراني من سوريا لكن المهمة موكلة إلى إسرائيل بمعنى إسرائيل هي من تقوم باستهداف الوجود الإيراني عبر الميليشيات والحرس الثوري وغيرها وهذا الاستهداف شبه يومي الحقيقة بالتالي الموقف البريطاني ينسجم مع الموقف الأمريكي ليس هناك جديد الحقيقة وقيل هذا الموقف أو عبر عنه في إسرائيل بمعنى تأييدا للخطوات والضربات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل لكن هل فعلا ينهي الوجود الإيراني في سوريا؟ لأن الوجود الإيراني هو عبارة عن تغلقل تؤثر أصل على مصير الأسد؟ يعني الأسد باقي هما يهمهم الميليشيات الإيرانية في سوريا إن كان ذلك صحيحا ندعم إسرائيل ويمكن أن نشاركها في ضرب هذه الأهداف الإيرانية في سوريا هذا فقط إلى هذه الدرجة تحجم الدور الغربي والأمريكي والأوروبي؟ يعني حقيقة الأسد لا يمكن أن يكون إلا راضخا للوجود الإيراني لأن إيران لها أفضل عليه الحقيقة وطبعا منذ بداية الثورة وقفت إلى جانبه وتدافع عنه وخاضت حربا شعواء ضد الشعب السوري إلى جنب طبعا الروس والوساس الروس لكن الإسرائيل الحقيقة والغرب عموما هو أولا من سمح بالتغلغ الإيراني وميليشيات حزب الله كانت تدخل والميليشيات الإيرانية والعراقية والحدود مفتوحة وأمام كل الأقمار الصناعية وشبكات التجسس العالمية الآن الحقيقة بعد أن أصبح هذا التغلغل كبير جدا وبات يقتر من الحدود الإسرائيلية طبعا إسرائيل تحركت بذريعة الأمن إلى ذلك لذلك قامت بهذه الضربات والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن تحجيم النفوذ أو أبعاد الإيران إلى آخرين لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بهذه المهمة إسرائيل هي من تقوم بها وبالعكس تماما نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في طور توقيع الاتفاق النووي الذي سيدر ملايين الدولارات على إيران وبالتالي ستدعم الوجود الإيراني وتغلغ الإيراني في سوريا بدلا من تقلل أو تتعمل على إبعاده سيد الخلاوي ربما وصلنا هنا إلى خلاصة تفسير تصريحات زناثن بأن الرغبة الأمريكية والبريطانية أو الأوروبية اليوم باتت فقط مقتصرة على تحجيم الوجود الإيراني في سوريا أما الغرب فقد أدرك بأنه نظام باقي وهناك حديث عن حوار بين المعارضة والنظام لا أحد يعرف تحت أي إطار وفي أي سياق هل تتفق؟ يعني لا أعتقد كذلك لأنه الغرب لم يرفع الرأي ولم يقول بأنه الأسد باقي ونذهب إلى تطبيع ولا يوجد هناك أي مؤشرات تدل على ذلك أو تدل على ذلك هو لم يفعلها سابقا عندما كان النظام مهدد اليوم سيفعلها وروسيا معه وإيران معه والعالم منشغل بحرب روسيا في أوكرانيا يا سيدتي كل شيء جائز يعني لا يوجد شيء ثابت يمكن أن المواقف تتغير من يوم إلى آخر والحرب الأوكرانية أيضا قد يكون لها انعكاسات أيضا على الشأن السوري لا ننسى أن روسيا هي الدعم الأول والرئيسي للنظام بشار الأسد وكل شيء يعيق التدخل الروسي في سوريا سوف يصب لصالح الشعب السوري يعني إذا استمرت المعركة في أوكرانيا واستمر الدعم الغربي النوعي والولايات المتحدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا وإذا حققت أوكرانيا مكاسب كثيرة وطالت الحرب سوف يؤثر كثيرا على روسيا خاصة أن اليوم بوتين وقع مرسوم يزيد به عدد الجيش إلى مليونين يمكن وأربعمائة ألف عنصر وهذا يستنزف القدرات العسكرية والمالية بالنسبة لروسيا هذا سوف ينعكس أيضا على سوريا ولا أيضا لا ننسى أن هناك أيضا تصعيد جديد يعني ربما يستنزف فعلا القدرات العسكرية لكنه يجعل الغرب أكثر ترددا بمواجهة روسيا مع سوريا سيد سامر خلاوي شكرا لك حتى الآن ستبقى معي في المحور الثاني وقت انتهى لهذا المحور أشكر الضيف الكاتب والمحلل السياسي عمر كوش كان معنا في الستوديو شكرا جزيلا لك بعض الفاصل عودة لسوريا اليوم اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لك